بدنية كابتن ايمن سؤال صعب سؤال سهل عندك ثلاث حكام رصبوا في الاختبار اليقى البدنية وتم تعيينهم كحكام فار لو اذا لقدر الله لم يوفقوا سيد شعبان خيالة جمال الغندور وصام عزب حجاك والاختبار البدنية هيكون في جهاز الرئيس العسكري بكرة بإذن الله هل تتوقع اللجنة ممكن تبعدهم شوية عن المتشاط لان ده اختبار اليقى البدنية ما ينفعش في الاعمار السنة الصغيرة يرصبوا للمرة التانية كابتن محمد عايزين نمشي لما نجي نتكلم دايما نمشي تابع الفيفا صح كده والاتحاد الدولي صح قول معي عندنا النهاردة هدي مثال بمحمود عشور جاله بطولة الخليج كحكم فار محمود عشور كحكم ملعب لجد ما جريش وانا معنديش خلفية مثلا هيجري الجري ده وانا قول لا فالاتحاد الدولي حكم الفار ده تخصص يعني ده اتحاد الدولي متخصص فيه كونك ان انت كلجنة عايز مثلا حكم منجحش عايز مثلا ان انت تحاسبه شوية او تبعده شوية ده قصة اللي انت تتكلم فيها ممكن امشي معك فيها لكن كلوايح وكفيفة ده حكم بالنسبة لي حكم فار انا عارف ان الوايحة او يجري لكن لجنة ممكن تتصرف ان انت مثلا زغير كملعب او بتاع دي ترجع لجنة الحكامية طيب لو كابتن ايمن دي جيش عضوه في اللجنة وبقر عنده التلاتة بيعملوا اختبار بدني سيد شعبان خلد الغندور حسام عزب حجاج ولا قدر الله رصبه تديهم مطشط يوم السبت فار لا لا طبعا لا اخرهم شوية لا طبعا مش يوم السبت لا بعد كده لان يجوز ان يكون فيه يوم واحد مثلا حد منهم كويس او هو ماشي معايا كويس في الفار تبكر للتدريبات او الفنيا انا همحتاجه لكن مش هديله على طول طبعا كابتن نصر رائع كيف الجزائي دي بص كابتن خلنا نفهم البعض المشاهدين او نعرف يعني ايه حكم مع رخصة فار كابينة او غرفة فار مظبوط طيب انا النهاردة كحكم مع رخصة فار الملعب المفترض ايه بحكم في الملعب انا بكلم غلط اكيد يبقى انا لازم احكم في الملعب عشان لما اروح قعد في غرفة الفار اقدر مقنعة ابقى مقنعة ما ينفعش انا في السن ده انا بكلم بقى بأمانة يا كابتن ما فيش فيه انا دولة ولادي وانا عندي ابن حاكم على فكرة وكلهم ولادي وكلهم اخواتي لكن في السن ده كان محمد لما انت لم توفق في الاختبار الورنر ما تقوليش اعاده في الكابينة الفار على طول لا الكلام ده مش موجودة كانت من ايمان هارجع للاحة بيريرا الموسم اللي فات واخدك الكواس عليها سريعا كده بيريرا كان عامل نظام ثلاثة شهر اختبار الاولاني اه اختبار التاني بعد ثلاثة شهر خد قرار ايه قالك الحكام اللي هو ما صنعه ايمان تكلم عن حمد عشور لا محمد عشور ده حاجة خاصة خالص بعيد محمد عشور ده حاجة راجل كان دولي صفارة ثم بقى وحاكم صفارة وابدين بقى حاكم فار بيريرا قالك اي حاكم في السن الصغير لم يوفق في الورنر تلاثة شهر يعيب على تلاثة شهر ومالعبش ولا يلعب فار ولا يلعب مالعب وده صح موجود نظري واتطبق ده اطبق ولو رجعنا تعينات الموسم اللي فات هنلاقي انه لم يوفق كان ده في اللايحة اللي موجودة اللي هم اللاجنة الحكام كانت بتشغل بها اللايحة دي كانت موجودة انما من غير ما اقول النهاردة انا 26-27 سنة انا عندي 27 سنة كحاكم موفقش في الورنر وقاء حاكم فار يبقى انا حاكم فار على طول لا كما انا عندي حكام بتنجح في الورنر وبتنجح في الملعة ومخدوش لسه ومخدوش ملعبوش لحد الوقتي انا من غير ما اقول النهاردة انا عندي ثلاثة ونكلم بأمانة وياسر عارف الكلام ده وانا بوجي كلام ياسر هيفهم كل ساوي انا النهاردة اللي لم يوفق انا ما تدرش مكافأة لانا انا عندي حكام تم وفقه والنهاردة عادين ما ادرش اول مبركة محمد لا وده مش صح لو انت عاوز تمشي بعدالة عالكل امشي بعدالة عالكل يبقى فيه نظام انا قولت السيستم كل يعرف انك انت وعلى فكرة وانا بقولي النهاردة ياسر عارف النهاردة قبل من يطلع الورر البكرة لازم يقولي الحكام اللي هيسقط بكرة مش هيعدة لبعد كذا لازم يقول الكلام ده بكرة يقوله ليه ما جيش بعد اسبوع قوليه نعمل الورر تاني او بعد وزن لا مفيش الكلام ده خلص